برج الجوزاء. اه خلينا نشوف طاقتكم في هاي الفترة التوقعات. خلينا نشوف اول شيء الطاقة تبعتكم كيف حتفون طوال هاي. اه الفترة. اه. اه شوف يا برج الجوزاء. عم بتكون في قدامك اه في في شخص يمكن عم بيخوفك خاصة يمكن في العمل في العاطفة من الاصدقاء. اه عم بيخوفك او عم بيكون متسلط او كلامه جارح او من هاي النوعية. اه فاللي عم بشوف طاقتك في هاي الشهر. كل الشهر عم بتركز على هذا الموضوع. انك تحجم هذا الشخص. انك عم بتحط له حدود. انك اه عم بتفكر كيف ممكن تتعامل مع هذا الشخص لانه شخص متل شخص اه غريب الاطوار اه بيحب لك الشر ما بيحبك اه عم بتفكر طول الفترة او عم بتكون مش خايف يعني عم بتكون اه اه بدك تتخلص من هذا الشخص وفعلا رح تتخلص منه. او عالاقل من الخوف والمشاكل اللي عم بيسبب لك اياها. خلينا نشوف ازا بالشكل عام توقعات الزوزاء. اوه. اه زي ما قلتلك. في كار ما عندك. هذا الشخص اللي ظلمك رح اه تظهر عليه النتيجة وراح ياخد جزاؤه هذا الشهر. هايز فترة اللي انا قلت عنها. رح يصير في. اه خلي اوه على فكرة وراء كتير للجوزاء الحمد لله. واخيرا. اوه. خلينا اقول الطاقات قبل ما انصت. طاقات حبايبي عم بتكون اه ميزان ممكن اه في الجوزاء اللي هو انت وممكن شخص تاني كمان عم بتتعامل معاه جوزاء. اه عم بتكون اكتر من مرة مر معاي الميزان. ترابية كمان. كتير ترابية نشو شوي. اه في مائية. في هوائية. هدول اكتر شي يعني اه بيانوا. ازا قلنا في كار ما عندك هاي الفترة ورح تاخد اه حقك من هذا الشخص اللي اه ظلمك. اه مبين في ناس عندهم اه سفر. انا عم بحكي بشكل عام يمكن اه وانتو تتفستروها زي ما انتو ظروفهم يعني انتو اعرف الموضوع. وقراءة عامة ما بتنطبق على الكل. ازا حكيت عن موضيع عاطفية ممكن تكون عكسية. انتو تعرفوا هذا الموضوع. بالنسبة للسفر ممكن جدا انه برج الجوزاء هاي الفترة اه يسافر. في عنده سفر ولكن اه مع اشخاص مش وحيد. اه على الاقل شخص واحد ممكن يكون معاه. اه في رجوع من شخص في اه او شخص جديد حتى. ولكن اللي مبين اكثر انه في شخص قديم على فكرة كمان في فرصة اه حمل قوية جدا للجوزائيين. اه ان كانوا نساء او للرجال الجوزائيين نساءهم. اه في عندهم اه قفل ممكن يكون اه اه في في يعني اه اكتر من اه خلينا نقول اكتر من فرصة في فرصة اه حمل وفي فرصة اه خلينا نقول معنى تاني للكرت انه ولادة مشروع جديد. شي اكستر انت عم تشتغلوا عن الشغل او اه بهذا الموضوع. وممكن يكون اه بالنسبة للرجال الجوزائيين ممكن تكون هاي عبارة عن اه انثة متكاملة. اه عم تظهر في حياتهم وعم بتأثر فيهم بطريقة حلوة. بالنسبة للمرتبطين والمنفصلين. اه عم بشوف فيه تنازلات كتير من الحبيب. فيه عرض ممكن يكون عرض زواج او عرض رجوع. عم بشوفكم. اه رغم الاختلافات الكبيرة بناتكم. فيه مبين اختلافات كبيرة بين الشخصين. ولكن اه عم بتقربوا شوي شوي من بعض. وهذا الحب فيه حب حقيقي اه بناتكم. هاي العلاقة عم تتتوج عم تتطور يعني من هذا النوع عم بيشير فيه توازن. من بعد من ظلمت فيه ميزان. فيه اكتر من ميزان فيه عندك تلاتة. فيه عندك تلات ورع فيهم قارمة. فيه اه مية بالمية رح يوصلك اكل حديث عندك وممكن يكون اه في العمل ممكن يكون في العاطفة. بس انا شايف بالعاطفة خاصة اه رح يركز برج الجوزاء العاطفة لانه فيه سعادة عاطفية كبيرة جدا. اه ممكن تقول كمان اه زواج. انا شايف بينك وبين الشخص اللي بتحبه في اه زواج في اولاد. اذا كنتوا اساسا متزوجين فالاولاد رح يفرحوكم بموضوع معين. اه او انه يعني عم تتقربوا من بعض اكتر من بعد ما كان يعني الجوزاء شوي بعيد. اه ومشغول بشغله وباموره. اه عم بشوف اه كتير. اه في فرصة انه يعني ترجع الامور يعني شايفتها احلى من الاول حتى بكتير. في اه مادة في ترقية بالعمل اه في رح تاخد حقات ازا كان اللي عميكي عليه بالعمل رح تاخده. في مش مشكلة ولكن في حدث كبير رح يصير هذا هاي الفترة. هذا الحدث. اه رح يعطي كل واحد على حسب نيته خلينا نقول. ازا انت كنت اه انا ما بعتقد ان الجوزاء بيظلم. اه ازا انت كنت اه ظالم حدا رح تاخد جزائك او العكس صحيح. فانا ما بق يعني ما مش عارفة ازا الجوزاء ممكن يا مليب شي بس انا اللي بعرفه لا. اه شايفة انه الصخص اللي بتحبه او اه شريكك اه عم بي جائبة كتير عم بيفكر فيك طول الوقت. اه عم بيكون في عنده شعور بندم يمكن عمل اه شغلة كبيرة او شغلة زعلتك اه بناحية من النواحي. بالعمل عم بشوف اه قد ما كان فيه اشخاص عم بيحاولوا انه يصبطوا من معنوياتك. عم بشوفك طاير لفوق يعني مش سائل عن حدا. برج الجوزاء هاي الشهر حلو على الصعيد العملي وعلى الصعيد المادي والعاطفي اكتر شي فانيا لهم. ان شاء الله يا رب انه تنصبف مع اه اكبر عدد ممكن. خلينا نشوف اكتر على العاطسة. كاز كبير جدا 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 من الحب. في مشاعر قوية كتير بينك وبين الحبيب عم ترجع تتحرك وعم يرجع الوضع يرجع اه احلى من الاول زي ما قلنا. اه شايفيتك عم تتشرط اه عم بتحط شروطك عم تتحكم تكون انت المتحكم في العلاقة. اه شايفيتك برج الجوزاء عم تستعين شوي بشخص اكبر منك. على فكرة الشريك اه او هاي هاي قراءة ممكن هاي تعاطسية وممكن تكون عكسية ايضا. اه انت او الشريك اه عم بيخبر اهله عن الموضوع. الشريكي ممكن عم بيخبر اهله عن الموضوع. وعم بتم الموضوع على خير. شايفي في تطور والهانجمان اللي هو الامور اللي كانت مؤجلة الامور اللي كانت اه كتير. اه خلينا نقول اه جاندة كلها رح تتحرك يعني بالعلاقة العاطفية فيه فيه حركة وفيه اكشلز كتير. هاي الفترة شايفي انه الشريكي كتير مقبل اه عليك وراح يعني اقدم اه شي بالنسبة لالك. شايفيتك بالنسبة انت لالك رح تكون شوي حذر شوي اه 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 عم بيخبر تكون تقيل يا وادي تقيل. بس اه عم بشوفك انت بتحبه هو بيحبك يعني فلسول اه تكبير الراس. اه عم بشوف من بعد ما كنت اه انت في عندك غيوم في عندك اه اكاذيب عن الحبيب يمكن اه مناوشات اه مع الحبيب عم تنتهي. فكل الورق الحمد لله حلو جدا لورق الجوزاء يعني يمكن يكون من اكثر الابراج المحظوظة هاي هاي الفترة. لانه احلى ورق يعني بيان عندي تقريبا. اه بيان انه في كتير رح تكون يعني حميمية اكتر في العلاقة بينك وبين الشريك. خاصة ازا كنتوا ازواج فرح يكون اكتر العلاقة ما بينكم اكتر اه حميمية اكتر قرب. فكل الورق نفس يعني كل ورق حلو الحمد لله للجوزاء. خلينا نشوف عقلك الباطن يا جوزاء. شو عم بيقول لك هاي الفترة او عم على شو عم بتركز اكتر شي. آه. في عندك اه انتصار كبير. اه شايته اكتر من ناحية عاطفية اه او حتى من ناحية عمل. في مشروع كان جامد في مشروع كان اه يعني مكتوب له الفشل او كزا. شوي شوي عم ينور. وازا كان هذا الكرت اه على الصعيد العاطفي لبعض الاشخاص. بش رايته في شجرة عيلة في تطور للعلاقة في اه ولاد في زواج في يعني في شجرة عم يتنور. شجرة العيلة الجديدة عم بتنور. حتى لو كنتم بتزوجين طبعا. طيب لو في تحزيرات او بشائر ممكن تكون بس اكتر ايش تحزيرات هذا الورق? الورق? لبرج الجوزاء شو عم بيكون? اه. هون طلع مقلوب اه عم بيقول لك انه شوي روحانياتك يمكن عم تقل هاي الفترة يا برج الجوزاء عم تبعد شوي اه عن الروحانيات الصلاة الدعوات. فمتل مش تحزير يعني تحزير يمكن انه لا ما تعمل هيك. اه الفترة الجاي حاول انه تزيد روحانياتك تزيد اه صلواتك تزيد العلاقتك يعني في ربنا بشكل عام. اه اكتر اشي هيك بفهموا انا هذا الكرت. هدو الكروت انا كتير بحبهم. زي ما بيعطونا اشياء ايجابية. دائما يعني بس بقى الاغلط. بيقول لك اتمنى. بيقول لك اه اتمنى اي اشي هاي الفترة. اه وتخيله. فرح يصير. وكأنه عم بحكي لك في امني رح تتحقق هاي الفترة. فا اه اطلب وتمنى زي ما بقول لك. فكرت جدا جميل. يعني بكمل قراءتنا وبيكمل الامور اللي حكيناها. شوف كمان نصائح. نلاقي انت. بقول لك انت اساسا اه مثل معلم روحاني في داخلك. ولكن انت مش نطور هاي الشغلة. انت ما عم تتعاطى مع الطاقة الكاملة اللي داخلك. اه زي ما قلت لك قبل شوي بالتحذير انه بعيد شوي انت حاليا من اه من موضوع الروحانيات فحاول انك تزيدها وتزيد الطاقة الايجابية طبعا اللي عندك اياها. بقول لك انت بالاساس شخص روحاني. وبالاساس ممكن تكون معلم. اه حتى روحاني او هيلر للناس اللي حواليك. اه ولكن بقول لك نمي هاي هاي الموضوع ما تخلي اه يعني ضعيف داخلك. اه نميه لانه له مستقبل معك. اه بيقول لك ارجع طفل. اطلع من الطاقة اللي انت فيها الزعل والنكاد والكزا. بيقول لك اه هاي الفترة كتير رح تكون حلوة. ارجع طفل ارجع استمتع بالامور اللي كنت استمتع فيها زمان. اه نبين برج الجوزاء شوي من كتر التجارب السلبية اللي عاشها بالفترات الماضية. اه صار حتى الاشياء اللي كان يستمتع فيها بطل يستمتع فيها. بيقول لك لا. رجع حالك لاجوزاء القديم. لا انت اه شخصك القديم. لا اه شخصيتك القديمة هي الصح. بيقول لك ما تتغير ما تخليك تطفل من جواتك. انت اساسها مقفل. اه فبس عم بيقول لك. انه ترجع تستمتع بالامور اللي اه وتعطي وقت لنفسك يعني مش كله شغل واهتمام بالاخرين تعطي وقت اكتر لنفسك. تحب حالك اكتر. اه ها بيقول لك في في حقيقة معينة رح تظهر قدامك في او حقائق خلينا نقول في هاي الفترة فكون اه متنبه جدا للرسالات الكونية لكل شيء حواليك للحاسسات اللي داخلك. في كتير امور رح تظهر قدامك. اه كنت انت منخدع فيها يمكن كنت انت اه موهوم فيها. ففي حقائق كتير رح تظهر اه قدامك. ويكون موضوع لمصلحتك لحتى يكون لمصلحتك تكون كتير متنبه للرسالات اللي جاية فك اه من حولك. فحباي دي قورة الزوزاء بيشوفكم بالفيديو.